من المطابخ العالمية المحبة إليه مطبخ معروف بنكهاته المتنوعة والمختلفة بحلقة اليوم الشاف جوزيف لحيخدنا برحلة على إسبانيا لنتعرف سوا على أشهر أطباقة هاي شاف هاي ملك كيفك اليوم شو اليوم رحلتنا حلوة اسباني أكل اسباني نحبه كتير نحن أكل بذكرنا بطعمات نحن نحبها كتير اللي هي بصالف لايفلي توم أحشاب ميرمي سحيتي شو يا شاف ليكس كرات الورق تابعهم هنستعملهم هلما على غاية دعنا نقصهم شوية يلا شو رح تعمل اليوم يا شاف أول طبق هنعمل هو غاية هاي شو من المقبلات مقبلات مشهورة أسبانيا والمطبخ الأسباني بالمقبلات يا شاف طافز أكيد عندهم كثير أجميع الطافز بترتكز على الخضار اللحوم اللحوم المدخنة الأسماك موجودة بشكل كتير لأنه المطبخ طبعه مثل ما منعرف غنى من ناحية المناطق الموجودة فيها فعندك تقريباً أكتر من سبع تمنى أنواع مطابخ بإسبانيا حسنا بكل منطقين على البحر بيكتر أكل السمك بالوسط بيكتر أكل الحبوب والعشاب تطلع شوية على بسير تأكل اللحوم أكتر المدخن أكتر فبيختلف حسب المنطقة أكيد ما ننسى أنه في الأندلس اللي هو بقلبه كثير من النكهات العربية ببهارات أو مشغليت بس كمان ما ننسى أنه في كثير تأثر من المطبخ العربي والمطبخ الإسباني والعكس كمان صحيح هلأ أخذنا التون هنقطع البندورة يعني هيدا الطبخة هي من أكتر أو هيدا الطبق من أكتر الأطباق المشهورة بالمقبلات مثلا؟ ليس من أكتر ما في شيء اسمه أكتر للبندورة كل يوم كل شخص شو بحب؟ بسوي طبعا الريديس يستعمل كثير بالسكويد يعني الكلماري الحبار الحبار الريديس يستعمل كثير بالتاباز بإسبانيا بالإجمال إذا بروح على إسبانيا أكيد رحت على إسبانيا قبل شفته بتفوتي على الشوارع بتلاقي في محلات يمين شمال كلهم ببيعوا تاباز هنا بيجذبوا السواح والناس اللي عم تفتش على مطعم طيب بقصة التاباز اللي بيحطوها برا مية بالمية يعني في عندك مثلا طاولة مليانة المقبلات فالشخص مثلا بيشوف بياخد فكرة بعدين بيقرر إذا لا حيفوت على هيدا المطعم فهيدا هي المطبخ الإسباني عبارة أكيد في كتير أكل مين كورسيرت بس لأنه اليوم بتعرف المحلات كلها صغيرة بالشوارع بتلاقيون بقلبهم هالتاباز بعض الناس بياخدوا درينك بيأكلوا تاباز مع الخبز الإسباني الطيب يعني كأنك عم تكلي ميزة لبنانية ما بتلاحك في إسرائيل للطبقة الأساسية طعامات كثير مختلفة من أسماك من لحوم حتى من خضار بخلي هالأكل طعمته كثير حتى فيك تحطي معلوه يعني مثلا كل المشاهدين اللي تعرف أنه نحنا العرب إجمالها منحبة نروح على إسبانيا لنقضي عطلتنا أو هي فممكن هلأ كتير من المشاهدين عم يشوفوا هيدا الطبق يعني مجرد ما هنه يوصلوا ممكن يروحوا على مطبخ إسبانيا على مطعم إسبانيا أو على إسبانيا لح يطلبوا هيدا الطبق لأنه أنت إجمالا بطريقة تحضيرك ممكن تشرح لنا كيف الطعمة حتى عم نشوف إنه المواد كتير سهلة لقلنا نعرفهم طيرا المواد تشبه مطبخنا مظبوط فقلق كل عادي ذات زيتون بيكتر كتير أستعمالي ذات زيتون بالمطبخ الإسباني لأن ذات الزيتون يعني يا شاف علامي العلامات الكتير مهمة بأسبانيا والمطبخ الإسباني تحديدا بتشوف عطول بيحطولك قناني زيت زيتون مكتوب علي التاريخ مكتوب علي الأرد هيك أنا أشوف لأنه عنده كذا أرد ما تنسي عندهم البحر الامتداد بحر المتوسط وطلوها بقلب أوروبا فبتلاقي زيت زيت زيتون عنده أكيد هو أكثر يتو بيتمح جنب البحر المتوسط بس كمان عندهم كذا نوع زيتون عندهم الحب الكبير بتشبهها لينانية عندهم الحب لونه أخضر كتير غامر حب لونه أفاتح شوي فالزيتون طبعهم مميز بتعملتهم مميزة